مرحبا بكم يا أطفالي في شارط تعليمي جديد مع المعلمة دلال شهاب درسنا اليوم عن العدد ثلاثة هيا نتعرف إليه سويا ثلاثة 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 رقم بعد الاثنين يأتي وقبل الاربع رقم بعد الاثنين يأتي وقبل الاربع هيا نستمع سويا إلى قصة العدد ثلاثة مع ريما شاهدت ريما في التلفاز شريطا مصورا عن وسائل المواصلات شاهدت ريما ثلاثة سيارات تسير على الطريق شاهدت ريما ثلاثة طائرات تطير في الجو شاهدت ريما ثلاثة صفن تبحر في الماء كتبت ريما على الدفتري العدد ثلاثة ثلاث مرات إذن الرقم ثلاثة يتكون من ثلاثة عناصر ثلاثة طيور ثلاث طابات ثلاث سمكات ثلاث وردات ثلاث شمعات هيا نعد معا ثلاثة أصابع العدد ثلاثة يتشكل من خطين وهما المنحن والعمودي كيف أكتب الرقم ثلاثة؟ أرسم خطا منحنيا متصلا بخط منحن ثان ثم أرسم خطا عموديا أرسم خطا منحنيا متصلا بخط منحن ثان ثم أرسم خطا عموديا قد أحول العدد ثلاثة إلى رسومات مختلفة كحرف السين، الشوكة، المشت، المنكاش كيف أرسم وجها من الرقم ثلاثة؟ أرسم الرقم ثلاثة ثم أكمل رسم الخط المنحني حتى أصل إلى أسفل الخط العمودي ثم أرسم ما تبقى من أجزاء الولي ثلاثة 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 رقم بعد الإثنين يأتي وقبل الأربع رقم بعد الإثنين يأتي وقبل الأربع سهل النصد جميل الشكل وبديع ما أروع وبديع ما أحلى الرقم ثلاثة ما أحلى الرقم ثلاثة وإلى هنا ينتهي درسنا على أمل اللقاء بكم مجددا في شريط تعليمي جديد ودمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر